اشتركوا في القناة اشخاص بالعاصمة المالية باماكو في حوادث المرور ارهاب الطرقات يحصد مزيدا من الارواح اربعة قتلى واثنى عشر جريحا خلال 24 ساعة ماضية دوليا عبدالله ثني يدعو الاطراف المتنازعة للحوار لاجلاء ليبيا من الازمة الامنية الحالية ومراقبون امميون يحذرون من وصول الاسلحة التي تطلبها ليبيا الى ايد الجماعة المتطرفة المرأة الوهرانية تختار الاحتفال بيومها العالمي على طريقتها الخاصة باستعراض بالحيك في شوارع البهية اهلا بكم مشاهدين الى التفاصيل يحل رئيس مجلس الوزراء وزيرها الداخلية بدولة قطر عبدالله بن ناصر خليفة ثني ابتداء من يوم غدل احد بالجزائر وهذا في زيارة عمل وصداقة بدعوة من الوزير الاول عبدالمالك سلال حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لمصالح الوزير الاول وجاء في نص بيان الوزارة الاولى انه في اطار الحوار السياسي الذي يقيمه البلدان على اعلى المستويات سيتم تناول مجمل المسائل المرتبطة بتطور العلاقات الثنائية في بعديها السياسي والاقتصادي بالدراسة المعمقة كما سيتم تطرق لتشجيع الاستثمارات والشراكة في قطاعات الصناعة والسياحة والبتروكيمياء كما سيتم خلال هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام اطلاق مشروع انجاز مركب الحديد والصول ببلارة وهذا في اطار شراكة الصناعية بين البلدين في موضوع اخر ادانة الجزائر بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف ليلة الجمعة الى الساوت مطعما في باماكو والذي خلف خمسة قتلى حسب الناتق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف وصرح الناتق باسم وزارة الشؤون الخارجية قائلا ان الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف ابرياء في مطعم في باماكو واكيدا ان هذه الفعلة الدنيئة اقترفت في الوقت الذي ابرز فيها الشعب المالي كاملا في الجزائر عبر ممثله تمسكه بالحوار والسلم والتزام نهج الوفاقي والمصلحة وضيفا ان اغتيال خمسة اشخاص ابرياء انما هو من فعل الارهابيين وحلفائهم الذين لا تهدفوا جريمتهم سوى لزرع الشك وسط الماليين كما انها تكشف عن يأس منفذيها ومن وراءهم في النيل من عزيمة الماليين وشركائهم على القضاء على كل الافات التي قوضت مسيرتهم نحو التنمية وتقده يقود الوزير الاول او الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والافريقية عبدالقادر مساهل الوفد الجزائري في دورة 134 لمجلس وزراء الجامعة العربية وهذا المقرر بالقاهرة ابتداء من يوم الاثنين حسب ما علم هذا السبت لدى الوزارة اوضح المصدر ان الاجتماع سيتطرق للعديد من المسائل الجوهرية مثل القضية الفلسطينية ومكافحة الارهاب والوضع في سوريا وكذا اليمن وليبيا كما سيبحث المجتمعون جوانب تنظيمية واخرى تخص الاصلاح المؤسساتي وافد المصدر بان الوزير مساهل سيجري عشية الاجتماع مشاورات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري للتباحث حول الوضع الاقليمي والدولي الرحيم في حوادث المرور لا يزال ارهاب الطرقات يحسد الكثير من الارواح حيث لقي اربعة اشخاص حتفهم واصيب اثنى عشر اخرون بجروح في حوادث مرور مختلفة وقعت في عدة مناطق من الوطن خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة وهذا حسب ما افاد به اليوم استثبيان للمديرية العامة للحماية المدنية واوضح ذاته والمصدر ان اثقل حصيلة قد سجلت بولاية طرف بوفاة شخصين اثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 84 ببلدية القالة كما افادت نفسه والحصيلة ان وحدات الحامل المدنية سجلت ما يزيد عن 4090 تدخلا عبر مختلف جهات الوطن شمل مجالات الحوادث المرور والحوادث المنزلية والاجلاء الصحي وكذا اخماد الحرائق والاجهزة الامنية ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة الموافقة الثامن مارس من كل عام شاركت المديري العام للامن الوطني فرحة النساء الجزائريات بعيدهن العالمي حيث اقامت او اقيمت بهذه المناسبة حفلة استقبال على شرف نساء صنعنا اسماءهن من ذهب وهذا بحضور المدير العام للامن الوطني اللواء عبدالغاني هامل الذي اشاد بدور المرأة الجزائرية في المجتمع الجزائري ومساهمتها مع شقيقها الرجل جنبا الى جنب في خوض التحديات وصناعة امجاد البلاد في كافة المجالات كما حضر الحفلة الامن العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان ورئيس الاتحاد العربي لرياضة الشرطة الحفلة كذلك كان مناسبة لتكريم بعض المجاهدات وشخصيات الوطنية والاعلاميات حيث حظيت الزميلة كريمة اشتطاح بالتكريم ممثلة لإعلاميات قناة نوميديا نيوز في قطاعي التعليم أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي اليوم السبت على افتتاح الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات التي عقدت بكلية الطب ببن عكنون بأعالي العاصمة الجزائر معتبرا أن القطاع شهد مرحلة حساسة من التطور بعد الإصلاح الجامعي وأكد من جهة أخرى على موافقة الحكومة على تأسيس الأكاديمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وهذا لتحسين نوعية منظومة التعليم والتكوين بالبلد نتابع التقرير تالي لكريمة من عيسى يحيى والتفاصيل أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي اليوم السبت على موافقة الحكومة على تأسيس أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيات المعنية باستقطاب طلبة الشعب العلمية الحاملين لشهادات البكالوريا كما تكون الأكاديمية بمثابة جسر مع نظراتها العالمية نموضية انهي ليس온 تطوريين لكزقه دعوا بعضовые الهنص برسورة المترجم للقناة وانفراد الجامعة الجزائرية بالمراتب الأولى على المستوى المغاربية وكذا تقدمها بمئتي رطبة دولياً بالأمر المشجع مصراً في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق نظام الألمدية وهذا بتشكيل لجنة وطنية للتقييم المرحلي لهذا النظام وأخرى للتسهيل مناقشة أطروحة الدكتورة هناك خلالات للابد التصحيح تصحيحها اليوم لوصلنا إلى مرحلة وين نظام الألمدي تعمم على كل المستويات وفي كل المؤسسات الجامعية كنت تكلمت كذلك على هذا التقييم وهو قائم من نهر الأول على مستوى كل المؤسسات وخاصة على مستوى الندوات الجهوية اليوم سننسق هذا المجهود فيما يخص التقييم بإنشاء لجنة وطنية اللي سننسق هذا التقييم وفي نفس الوقت عندها مسؤوليات اقتراح الحلول باش نتجاوزوا هذه الاختلالات ورداً على سؤال نوميديا نيوز المتعلق بإضافة تذاكر الطائرة لطلبة الجنوب الجامعيين المتمدرسين بجامعات شمال الوطن أكد الوزير أنه كلف مدير الدوان الوطني للخدمات الجامعية عبدالله بودراع للاهتمام بالأمر تلمني دراسة إمكانية إضافة ممكن تذكيرها تانية في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله هذا وشار الوزير من جهة أخرى إلى توظيف حامل موضوع آخر قام والي ولاية الجزائر عبدالقادر زوخ رفقة وزيرة الثقافة نادي العبيدي بجولة تفقدية لمتابعة مختلف مشاريع المرافقة الثقافية على مستوى العاصمة وكذا الفضاءات الممكن استغلالها من قبل وزارة الثقافة لفائدة الفنانين خالد زبيدي كان رفقة الوالي في جولته التفقدية بالعاصمة وعاد لنا بتقلتل بداية الزيارة التفقدية كانت من معينة سير الأشغال بمشروع إنجاز أوبيرا الجزائر بأولاد فايت الذي من المنتظر أن يستلم أواخر السنة الجارية بطاقة استيعاب لألف وأربعمائة مقعد قبل أن يعينا في المحطة الثانية للزيارة تقدم أشغال إعادة ترميم فيلا الرئيس حميدو بالأبيار والتي شرفت على الانتهاء قصد جالها مقرا لدار الفنانين خاصة التشكيليين منهم 80% نسبة الإيجاز هذا مهم جدا لأننا كنجوا نقارنوا مع الزيارة مع السيد الوزير الأول خطينا خطوات جدو إيجابية وبالتالي أنا كما ما علينا إلا ندعموه ونساندوه ونزيدو إن شاء الله نطلقوه باش نشوفوا كل الشي اللي ضروري نكملوه نكملوه من حيث التنسيق مع مصالح تقنية بهذا المشاريع أن تنسجم تنسجم مع الموحد وتنسجم كذلك مع الجوان بالتقنية هذا وامتدت الزيارة لتشمل مذبح رويسو الذي يدخل ضمن الفضاءات المنتظر استغلالها لفائدة قطاع الثقافة حيث أشارت نادي العبيدي أن قطاعها سيخصص حيزا من هذا الموقع مستقبلا لإقامة مركز ثقافية نحضر إلى أولا تجهيز هذه المرافق الثقافية ولكن أكثر من هذا نحضر كذلك البرنامج الثقافي التي يرافق افتتاح هذا المرفق المهم فيه كذلك مرفق تاني لهو يكون مهم يكون قطب لتسلية كأوبرا في نهاية السنة إن شاء الله هذا وتسعى وزارة الثقافة بالتنسيق مع ولاية الجزائر إلى زيارة ومعاينة العديد من الفضاءات على مستوى العاصمة لتوسيع المشاريع ذات الطابع الثقافي خدمة لفئة الفنانين والفنانات واعترافا بإبداعاتهم في ملف تضامن وبغية دعم تشجيع المستفيدين من القروض المصغرة نظمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عشية عيد المرأة يوما تفقديا لأصحاب شريع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وهذا بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منية مسلم أمينة خليل حضرت المعرض وعادت بالتحلي المستفيدون من القرض المصغر حضروا من عدة ولايات حملنا معهم منتوجاتهم الصناعية في مختلف المجالات وكان للمرأة إبداع وحضور مميز عشية يومها العالمي نعمل الكوفريت على المصحف متعاوننا وولدي وتعاوني في الدار نخدمه القلب ونخدمه الوردة واستفدنا من القرض المصغر تعلونجا الحمد لله عاوننا شوية وزدنا من عنا شوية أنا في الحقيقة الحرفات تعلز وجتيعي هاتي كنت نخدمها في البيت بس محت في الراديو على اللونجان كنت نتجاه لهم بروحة اللونجان كنت نخدمها للقرض المصغر بيها للبرونجي الحمد لله دروك الحمد لله يربيعوني المئة بالمئة حرافية مختصة في صناعة الجهاز العروس وثانيك البانيه والساك وطرسة الحمام وطرسة وطرسة كيف كان وجهك للقرض المصغر؟ هما رمي على اللونجان وطرسة أحدها كنت نخاف وكنت نخف بيركيا بالفعل ومشاهدت من جهتها أثنت وزيرة التضامن على مثل هذه الأعمال التي تحفز الوكالة الوطنية لتسهير القرض المصغر لزيادة الدعم نظرا للثمار التي أنتجها المستفيدون أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين كل عام المرأة الجزائرية بخير كل عام الجزائر بخير تشرفت بافتتاح هذا المعرض اليوم الذي في طياته بعض الشباب والشبات الذين استفادوا من القرض المصغر وقدموا لنا إنتاج انتاحهم وشفنا كيف استطاعوا أن ينجحوا اليوم نقف هذه الوقفة أولا لتقييم البرامج المسطرة من طرف وكالة القرض المصغر وكذلك لإعطاء انطلاقة برنامج 2015 لإن شاء الله سوف تكون انطلاقة قوية بالنسبة للنساء والرجال الذين يستفيدون من القرض المصغر شكرا الوكالة الوطنية لتسهير القرض المصغر أكدت أن الفرص متاحة لكل من يملك مشاريع أو حرف أو حتى مواهب لتجسيدها على أرض الواقع في شأن الحزبي أكد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو اليوم السبت أن حزبه ماضي قدما من أجل تنظيم ندوة الإجماع الوطني رغم الصعوبات والعقبات في كلمة له خلال افتتاح الندوة التي نظمها حزبه حول دور المرأة في المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أكد نبو أن الأففاس ماضي في مسعاه من أجل تنظيم ندوة الإجماع الوطني مؤكدا انفتاح حزبه غير المشروط بين كافة طياف الطبقة السياسية في الجزائر كفيل لبناء أفق جديدة كما أعرب نبو عن أمله في أن يتجاوز الجميع الحسابات الحزبية الضيقة والأنانيات التي لا جدوى منها لضمان مستقبل ظاهر لأبناء وبنات الجزائر دوليا الآن وفي مالي قتل خمسة أشخاص برصاص من بينهم فرنسي وبلجيكي وأصيب ثماني آخرون في هجوم إرهابي على متعام بالعاصمة المالية باماكو وهذا حسب ما أفادت به الشرطة المالية وذكرت الشرطة أن حادث إطلاق النار وقع في منطقة هيوبو درومي بالعاصمة المالية وصفة الهجوم بالإرهابي مشيرة إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم فرنسي وبلجيكي وماليان اثنان في هذا الهجوم هذا وأعلنت مصادر في مالي أنه تم توقيف شخصين عقب الحادث مشيرة إلى أن المشبهين الذين لم تحدد هويتهما ولا جنسيتهما يجري استجوابهما حاليا موضحا أنها باشرت بتقديم معلومات مهمة للمحققين من جهة أخرى أدانت الرئاسة الفرنسية الهجوم بشدة وصفة إياه بالهجوم الجبان كما أشارت إلى أن هولوند سيجري مباحثات اليوم مع الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا خصوصا ليعرض عليه المساعدات من قبل فرنسا في شأن ليبي دعا رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثاني اليوم السبت كافة الأطراف إلى تقديم تنازلات للخروج بالبلاد من الأزمة التي تعصف بها حاليا محذرا في نفس الوقت من اتساع دائرة انتشار مسلحي ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي في مدن جديدة في البلاد يأتي هذا فيما أعلنت مصادر في الجيش الليبي مقتل عشر تجنود في هجوم على حقل نفطي خلال الساعات القليلة الأخيرة التقرير التالي وتفاصيل عبدالله الثاني رئيس الحكومة المعترف بها دوليا قال إن ليبيا تقف على مفترق طرق خطير قد يعصف بأمنها وأمن دول الجوار مشيرا إلى أن الفرصة الحقيقية المتاحة من خلال الحوار هي الوحيدة التي ستخرج البلاد إلى بر الأمان مجددا طلب حكومته من المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي لكي يتمكن من استعادة السيطرة على المدن التي تحتلها بعض الميليشيات المسلحة من جهة أخرى لقي نحو عشرة جنود مصرعهم في هجوم مباغت شنه مسلحون على حقل الغاني النفطي فيما أعلن عن فقدان أجنبيين وفقا لما ذكرته جهات رسمية ليبية وفجر السبت ذكرت مصادر أمنية أن عملية انتحارية استهدفت نقطة تابعة للجيش الليبي في سوق الحوت وسط بنغازي وقال المتحدث باسم حرس المنشآت علي الحاسي إن أحد عشر عنصرا من حرس المنشآت النفطية التابع للسلطات الليبية المعترف بها دوليا قتلوا الجمعة في هجوم لتنظيم داعش على حقل الغاني النفطي جنوب شرقي البلاد وأضاف المتحدث باسم الجيش أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على الحقل الذي تعرض لأعمال نهب وحرق وتخريب بعد تعزيز القوات ومساندة حراس المنشآت النفطية القريبة من الحقل المنكوب في شأن ياليبي دائما عبر مراقب والعقوبات الأممية المفروضة على ليبيا منذ عام 2011 عن قلقهم من استخدام الأسلحة التي طلبتها الحكومة الليبية ضد جماعات منافسة أو تسليمها لميليشيات حليفة وقال المراقبون في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن على الرغم من أن تهديد الذي تشكله هذه الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحديا كبيرا للسلطات واللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست لجماعات إرهابية إلى العراق الآن حيث جرف مسلح تنظيم داعش الإرهابي مدينة الحظر الأثرية في محافظة نينو التي تعود إلى القرن الثاني للميلاد وذكرت مصادر أن مسلحي داعش استخدم الجرفات اليوم السبت لتدمير مدينة الحظر الأثرية ولفتت إلى أن مدينة الحظر الأثرية كبيرة وتصل مساحتها إلى حوالي كيلومترين مشيرة إلى أن تنظيم داعش سرق العمولات القديمة الذهابية منها والفضية والتي كانت تستخدم من قبل الملوك الأشوريين القدمة وكانت محفوظة في تلك المدينة وتقع الحظر على بعد 80 كيلومترا جنوب مدينة الموصل وأسسة المدينة في بداية القرن الثاني قبل الميلاد وتعتبر حاليا مركز قضاء الحظر في محافظة نينو إلى نيجيريا حيث أدت ثلاثة انفجارات في مواقع مختلفة في مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا نفذها مسلح جماعة بوكو حرام الإرهابية اليوم السبت أدت إلى مقتل 47 شخصا على الأقل وإصابة خمسة أو خمسين آخرين بحسب حصيلة جديدة نقلا عن شهود ومصادر طبية في البلاد وكانت حصيلة سامقة نقلا عن شهود ومسؤولين محليين أفادت بمقتل 33 شخصا على الأقل هذا ونفذ الانفجار الأول من طرف انتحارية عند الساعة العاشرة صباحا بحسب أبو بكر جماندي المسؤول في اتحادية الصيادين وبعد نحو ساعة هز انفجار ثاني سوقا آخر بحسب مصادر طبية محلية في روسيا أعلن جهاز الأمن الفيدرالي اليوم السبت أنه تم إيقاف شخصين على خلفية مقتل السياسي الروسي المعاذ بوريس نيمتصب قال رئيس الجهاز أليكساندر بورتنيكوف إنه خلال عمليات التحري تم القبض على اثنين من المشتبه بهما في ارتكاب هذه الجريمة ماضحا أن الشخصين كانوا من سكان القوقاز وأن تحقيقات جارية معهم في الوقت الراهن وكان رئيس الروسي بلاديمير بوتين شدد في اجتماع لقيادة وزارة الداخلية على ضرورة أن تولي الإجهزة الأمنية الروسية أقصى قدر من الاهتمام لكشف ملابسات الجرائم التي ترتكب بدوافع سياسية مثل جريمة قتل المعارض بوريس نيمتصب ونختم نشرتنا اليوم من وهران وفي التفاتة طريفة لاسترجاع ذكريات الزمن الجميل من عمق تاريخ وتراث الجزائر الثري بمحطاته الغنية في كل المجالات اختارت المرأة الوهرانية الاحتفال بهذا اليوم على طريقتها الخاصة فقد خرجت اليوم السبت عشرات نساء في مدينة وهران في استعراض يرتدين فيه الحيك وهذا بهدف إعادة الاعتبار لهذا اللباس التقليدي المهدد بالزوال وكان هذا استجابة لمبادرة أطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك في الأيام القليلة الأخيرة وأبرز العديد من المشاركات أن هذه الاتفاة تعتبر تكريماً الحيك الجزائري المهدد بالزوال على حساب موضة دخيلة على المجتمع الجزائري مثل الأزياء المستوردة من الخارج نهاية النشرة وهذا تذكير بهم ما جاء فيه رئيس وزراء دولة قطر في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام الجزائر تدين بشدة الاعتداء الهرابي الذي أودى بحياة خمسة أشخاص بالعاصمة المالية بمقر في حوادث المرور إرهاب الطرقات يحصد مزيداً من الأرواح أربعة قتلى وإثنى عشر جريحاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دولياً عبدالي الثاني يدعو الأطراف المتنازعة للحوار لإجلاء ليبيا من الأزمة المالية الأمنية الحالية ومراقبون أمميون يحذرون من وصول الأسلحة التي تطلبها ليبيا إلى أيدي الجماعات المتطرفة المرأة الوهرانية وكما تبعنا تختار الاحتفال بيومها العالمي على طريقتها الخاصة باستعراض بالحيك في شوارع الباهية شكراً لكم مشاهدين على طيبي المتابعة مشاهدة ممتعة مع بقية البرامج والسلام عليكم اشتركوا في القناة